نكمل الخطة وبعدين نتكمل نتكلم على الأسعار والكميات المتاحة للمواطن طيب زي ما كملنا وزي ما قلنا الأربع نقطة رئيسية في الخطة زي ما قلنا حضرتك توفير السلع الأساسية بتنوعها وبأسعارها المناسبة وبتخفضاتها اتكلمنا كمان على السلع اللحوم والدواجن اتكلمنا على سلع اليميش رمضان وكلمنا عن المعارض وكلمنا عن إقامة الشوادر في مختلف المحافظات نسيت بس برضو أقول أن زي ما حضرتك قلت كده المحافظات الكبيرة أو المحافظات اللي فيها قرى نائية ما فيهاش منافذ أو ما فيهاش السيارات المتنقلة أو متحركة ومشروع جامعيتي ومشروعها جامعيتي بيطلبوا يشتركوا في هذه المعارض ما عندناش مانع بنشركهم بالفعل بنوفر لهم السلع بنفس الأسعار المناسبة وبيتم ضخ هذه السيارات وتوجيها لمرأة مناطق تمركز في القرى والنجوع اللي ما فيهاش منافذ للتوزيع كويس الجوزئية المهمة اللي برضو اللي عايز أقولها اللي يمكن لسنة الرابعة التوالي بيتم توفير الكوبونات بفئتها بدقة من 100 جنيه إلى 500 جنيه الكوبونات دي بيشتريها القادرين لتوفيرها لغير القادرين إنه بدل ما أنا أقول له لا لازم تروح تاخد شنطة معينة فيها زيت وصكر أو كذا المواطن بياخد هذا الكوبون وبيتوجه عايز روح يجيب لحمة فراخ أي سلعة محتاجة من المنفذ بيتفضل أهلا وسهلا بيه ومنتهى الاحترام والكرامة ما فيهش إجبار على توزيع الكوبونات دي ازاي الكوبونات دي بتطبع في الشركة القبضة بتوفرها للبنوك والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال بيشتروا هذه الكوبونات ويوفروها للمواطنين غير القادرين والمواطن بيتفضل ياخد بدل ما أنا أفرض عليه أقول له لا الشنطة دي فيها زيت وصكر وكذا وكذا لا بيتفضل بيخش ياخد مثلا كشركة أجي أخد مثلا 100 كوبون وأنا بوزع الكوبونات دي زي ما أنا شايف هو بقى دي تعتبر فلوس في إيد المواطن بييجي في أي وقت وما لهاش وقت محدد ولا مقفول وفي أي مكان يقدر سواء في المعارض في الشوادر سواء في المنافذ الكوبون ده بقى قيمة مالية قيمة من 100 جنيه مية مية وخمسين متين وخمسين تلتمية خمسمية جنيه أجيب بيهم اللي أنا عايزه أي سلحة أجيب قيمة الكوبون كله لحمة أجيب قيمة الكوبون كله لحمة أجيب قيمة الكوبون كله سكر ممكن بص حضرتك لا هي الفكرة في إيه إحنا برضو مش عايزين نقول إن إحنا بنحدد كميات معينة للمواطن إلا إن برضو مش عايزين يعني الشعور بالخوف عند المواطن اللي بيخلي ياخد سلح ويتكلب عليها عشان يخزنها خوفا إنه ما تبقاش متواجدة ده حيخليني بدل ما وفر مثلا ضعف سكر أو مثلا كمية سكر معنا هوفر 3-4 أضعاف فأنا بقول للمواطن اتمن تماما تعالى حضرتك يوميا أهلا بك في المنافذ خد احتياجاتك يوميا وروح وتعالى خد تاني مش هنقول لحضرتك لا بالعكس بس عشان نقدر ندي إتاحة من السلح لأكبر عدد لأكبر عدد ممكن من مواطنين حلو الجزئية الأخيرة بقى اللي هي طبعا الموضوع الكوبونات ده مش أول سنة الكوبونات دي 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 لسنة الرابعة على التوالي النهاردة برضو عندنا موضوع الشنط الرمضانية بنكون ثلاث أشكال أو ثلاث أحجام من الشنطة الرمضانية شنطة فيها ستة أصناف تحتوي مثلا سكر زيت رز مكارونة شاي الشنطة التانية ثمان أصناف بيزيد عليها مثلا البلح والفول الشنطة التالتة فيها عشر أصناف بيزيد عليها طبعا فوق البلح والفول والشاي والمكارونة والفول والعاتس كل السلعة دي اللي بيحب برضو ياخد عدد من الشنطة مثلا أو من الكاراتين دي عايزة ياخد مثلا خمسمائة كارتونة ألف كارتونة ميت كارتونة الحاجة اللي هم احتلوه بنوفرها للشركات والمؤسسات والمواطنين اللي عاديين اللي عايزين يعملوا في الشهر الكريم مثلا تبرعوا للناس الجوزئية بقى اللي ساعتك أصارت عليها موضوع الأسعار وهو دور الدولة ايه في تخفيض الأسعار؟ هي العملية عملية عرض وطلب لكن احنا مش هنقول عرض وطلب احنا دايما دورنا ان احنا كل ما بندخ كميات كبيرة من السلع ده بيعمل احداث توازن للأسعار في السوق فانا كل ان انا باجي النهاردة مثلا القطاع الخاص بيسعر سلعه على الأسعار بتاعتنا فانا كداملة لو انا ضخيت كمية كبيرة بسعر معقول هجبر القطاع الخاص ينزل أصبع أسعار بالفعل ده بيحصل بيدي يقول الدليل على كده النهاردة احنا مثلا لو بيقولنا مثلا السكر ب27 جنيه وفي جميع منافسنا لحد النهاردة بيتباع ب27 جنيه وفي جميع المنافس والشوادر والمعارض وكميات كبيرة موجودة ده خلي التصاعد اللي هو كان نوصل في بعض الأحيان في القطاع الخاص برا الى ساعة لخمسين جنيه رجع تاني بدأ ينزل تاني كل الكلام ده اللحوم النهاردة الدواج النهاردة انا بعمل الكيلو النهاردة بمئة جنيه في الدواج المجمدة اللي هي بمئة وثلاثين ومئة وثلاثين يعني لو انا وقت المنفذ وعايز رز مفيش مشكلة رز بخمسة وثلاثين جنيه يعني انا بقول لساعتك الاسعار اللي احنا بنتعامل بها فيها نسبة تغفضات تصل من من خمستاشر في المية الى تلاثين في المية تقريبا وزي ما قلت لحضرتك النهاردة اللحوم التزيجة عندي في المنافس ميتين وخمسين جنيه للكيلو النهاردة وصل للسعر في بعض القطاع الخاص من تلتمائة وعشرين وتلتمائة واربعين وهو ربعمائة جنيه النهاردة لما بيلاقوا اعلى سعر لحمة عندي في المنافس ميتين وخمسين ولا يبدأ من ميتين وخمسين لا لا ميتين وخمسين جنيه وكل القطاع زي بعض ما فيش حاجة ما فيش حاجة لا 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 الاحكس من حضرتك ان المدى الاقبال رهيب جدا والحمد اللي احنا طبعا ده شيء بيسعدنا ان احنا المواطن سقطه بتزيد في منافس الشرق القبضة والشركات التابعة عليها ان هو بيجي خش ياخد جميع احتياجاته سواء من البقلي سواء من السلع الجفة او السلع النصف جفة او اللحوم او الدواجن او الاسماك كافة انواع السلع موجودة فده بيسق تماما انه هيجي في اي وقت حيلاقي كل احتياجاته والحمد لله النهاردة كل الكاميرات والميديا كلها بتصور بالفعل وبتشوف ده على الطبيعة وان شاء الله في افتتاح المعرض الرئيسي في مدية ناصر ان شاء الله هتشوفوا حضرتك مدى الاقبال الجماهيري ومدى توفر كميات كبيرة جدا من السلع مش بس مجرد للعرض فقط طب اخر حاجة ايه امكانية ان احنا نمد اكتر بعد 15 مارس ان شاء الله انا بأمل ذلك وبتمنى ذلك وطبعا ده قرار طبعا معالي الوزير وان شاء الله ربنا سهل وهو دايما دكتور علي بيسعى جاهدا الى يعني لا اخف عليك سرا يمكن من خلال اسبوع هو نفسه اصدر قرار خفض سعر الزيت التمانية من عشر الخليط من سبعين جنيه الى خمسة وستين جنيه يعني هم ما بيتأخرش ان ما بيلاقى اي حاجة يقدر يخفض فيها اسعار عشان ينزل لمستوى المواطن ما بيتأخرش بالعكس احنا كان عندنا بضايع كتير جدا موجودة في الميناء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بانه الافراج عن كافة ما هو موجود بالجمارك والمواني وقال انه قيم البضائع الموجودة تقريبا حوالي مليار و300 مليون دولار امريكي وقال الاولوية للمواد الغذائية ثم للدواء مضبوط هنا نناشد دكتور علي مصلحي نقول له احنا عايزين بدل 15 مارس نكمل اليوم 15 مارس نكمل اليوم مثلا مثلا 25 مارس الحد نصره مدبول هتبقى حلوة ان شاء الله ربنا يسهل وإذن الله لازم نعلم الجاشعين الأدم ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا سعيد جدا بمؤمنتك النهاردة وبالمعلومات اللي ارتهالي وبإنه احنا كده يعني عارفين بل متأكدين ان احنا فيه في ظهرنا دولة سندانة ان شاء الله بإذن الله واللي عايزة طبعا من ساعتك عليه كلمة مجازة أخيرة ان فيه ان الشعب المصر الحمد لله ما حسناش بأي مشاكل أثناء الكورونا ما حسناش بأي مشاكل الحمد لله متوفيره أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية والوقت الحالي برضو رغم الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم اللي ان الحمد لله توفر السلع موجود وزي ما سعدتك قلت ان الجراءات اللي اتخذتها الحكومة كانت توفير المكون الدولاري الافراج عن البضائع اللي موجودة في مينة الحمد لله يعني بطمن عندنا أرصدة من خمس شهور إلى ست شهور في سلعة السكر في سلعة الزيت فعندنا أرصدة كبيرة متاحة